مواقع السوشيال ميديا أصبح الجزء من حياة كل شخص على اعتبار أن هي وسيلة اتصال سهلة ورخيصة ولكن زي فيها الجانب الإيجابي يوجد فيها جانب سلبي الجانب السلبي دوه بيتمسك في انتهاك الخصوصيات والمدايقات اللي بيتعرض لها أشخاص عن طريق آخرين علشان كده هنتكلم النهاردة عن بعض العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي معروف كأعالمية بقانون مكافحة جرائم الإنترنت اللي أصدر الرئيس وصدق عليه برقم 175 لسنة 2019 وأشهره في الجريدة الرسمية هناخد بعض المواد أولها أن يعاقب بالحبس مدة لا تكل عن شهر وبغرامة لا تكل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أتلف أو أعطل أو أبطأ أو اختار بريداً إلكترونياً أو حساناً خاصاً بأحد الناس يعني لو حضرتك عندك حسان على أي موقع من موقع التواصل الاجتماعي وحد دخل حساب دو أبطأه أو أعطله أو حدث فيه أي عطل عن طريق شخص آخر عدرك من حقك تاخد الإجارات اللي هقول الحراكة عليها بعد بقية المواد رقم 2 يعاقب الحبس مدة لا تكل عن 3 شهور وغرامة لا تكل عن 30 ألف جنيه كل ما نستنع بريداً إلكترونية أو موقع أو حساباً خاصاً ولا سابقه زوراً لشخص طبيعي أو اعتبارك يعني حضرتك حد جاء عمل باسمك حساب على الفيسبوك أو على أي موقع عن وقع التواصل الاجتماعي حط اسمك حط صورك حضرتك من حقك تتوجه وتاخد خطوات اللي هقول لك عليها دي بط الخطوات القانونية الواجب اتباحها في حال تعرضت لأحد المداركات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واحد حضرتك بتتوجه إلى مباحث الانترنت وبتتقدم بعمل بلاد اثنين بيقوم رجال مباحث الانترنت بتتبع الجهاز أو الشخص الذي قام بهذه الاسهار ثلاثة بيتم تحرير مقدر مرفق به التحريات عما وصلوا إليه وتسليمه لجهاز التحقيم أربعة بتصدق النيادة ضد وإحضار للشخص المسيق ولجهاز المستخدم في الإسهار خمسة توحيل الدعوة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها الجديد بالذكر أنه تم استحراث مباحث الانترنت من عدة سنوات وبها زباط مهندسين متخصصين في الحاسب الآلي مهمتهم فحص هذه البنكات المقدمة من أشخاص تعرضوا للإسهار عن طريق السوشيال ميديا سواء إستجرام تويتر اشتركوا في القناة شكرا